علن المغرب عن إحصائية جديدة بشأن الخسائر التي خلفها الزلزال وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إن أكثر من 59 ألف مبنى انهار في ستة أقاليم مشيرة إلى أن ثلثة تلك المباني انهار بشكل كامل كما بيّنت أن أكثر من مليونين وثمانمائة ألف شخص تضرروا من الزلزال هنا قرية إغيل بؤرة زلزال الحوز بأقصى قوته دمر قرى بأكمالها وغير ديمغرافيتها ما تبقى من السكان يحصون خسائرهم بينما تقيم السلطات الأضرار وهي تستعد لإصدار شهادات وفاة لمن قضوا في هذه الكارثة حجم الخسائر التي تقدرها تقريباً 11 مليار دولار وكينا واحد المجهودة الدبلة كالدار يعني اليوم اللي جيتوا باشقنتوا بالزيارة يعني كنقوموا بالإحصاء ديال الساكنة اللي هي متضررة وكذلك بالمنازل اللي هي متضررة خصة تبنى خرت البيوت على ساكنيها تداعت المدارس وانهارت الطرقات والبنى التحتية وما زالت الأرض تهتز من تحت أقدامهم بعد أسبوعين على الزلزال ملت صرحة طرقك نحسب بنفسنا كنم من ميتين وحيين لأن عدك ساعة كنت ترجعون لأنفسنا بالله الحمد لله كينينا الإخوان ولهذا أنا كنت أطلب من مجتمع المدني جمعية مجتمع داخل وطن وخارج الوطن يكون هذا الشيء في استمرار لأن السبعيات المشمشة غيرت الدز ونحن مستقبلين لمقابل الاشتاء والتلج تواصل الآليات الثقيلة شق المسالك الجبلية استجابة لصرخات العون في القرى المعزولة في إغيل ومحيطها وبعد تبدأ ترتيب الأولويات لتجاوز جملة من التحديات في مقدمتها توفير المسكن لمن كوبين سيواجهون ضيفا عزيزا لكنه في ظروفهم الحالية خطر داهم لن تقيهم الخيام برده القارس عشرات القتلى والمصابين وحصيلة غير نهائية للزلزال الذي ضرب بعنف منطقة إغيل في هذه القرية وتدعى أمرزقان دمر الزلزال كل شيء لم تبقى إلا مئذنة المسجد شاهدة على حجم الدمار أنس عياش الشرق من جماعة إغيل إقليم الحوز وسط المغرب